صباح الخير أهلا بكم في لينوكس في دقائق في الفيديوهات السابقة شرحنا أمر البروسيسس الذي يعرض لنا البروسيسس بحالة الستاتيك ليس في حالة الريال تايم وماذا أقصد يعني الريال تايم؟ يعني الآن مثلا إذا أرد أن أعرف ما هي البروسيسس التي تعمل وكيف تعمل وكيف هي حالتها فسأكتب هنا أمر اسمه top فذا لاحظوا أمر top كل تقريبا ثلاث ثواني سيتم تغيير هذه الشاشة سيحدث بها التغيير وهذا هو عرض البروسيسس بريال تايم ماذا يحدث الآن؟ أنا أستطيع أن أرى لكن مثلا سأقوم بنقرأ على Q للخروج لكن عندما أكتب PS هنا فلاحظوا تعطيني البياس عن البروسيسس التي ليست الآن ليست في هذه اللحظة لدينا بروسيسس الخاصة بPS وهي تم وضعها هنا برغم أننا نحن قمنا بتشغيل البروسيسس والانتهاء منه إذا قمنا هكذا بـ output وأردنا عرض الstate والcommand فلاحظوا يقول أن أمر البروسيسس أو PS هو running فهو لا يعطي فعليا عن الريال تايم فإذا أردنا أن نعرف فعليا ماذا يجري الآن فيمكننا أن نستخدم أمر top أمر top في السطر الأول منه يعطينا شيء اسمه نفس النتيجة التي يعطينا لها أمر uptime فسأقوم بنقرأ على cue وكتابة هنا uptime فالuptime يعطينا تاريخ الآن الآن أو ساعة الآن يعني وقت الآن يعني الآن نحن بالساعة التاسعة والنصف صباحا أنا أسجل هذا الفيديو في ذنهاية التاسعة والنصف صباحا هذا الجهاز مشغل منذ ثلاث دقائق واليوزر الموجودين عليه هو يوزر واحد ثم الشيء لدينا اسمه هو load average قبل أن أشرح load average سأذهب وأقوم بتشغيل تلتيب آخر سأذهب لحساب علي جيد وأيضا سأشغل تلتيب آخر سأذهب لعلا وثم أعود لنورس فأين هي نورس فإذا تلتيب واحد ها هو إذا قم بكتابة uptime مجددا لاحظوا سيقول على السيستم الآن يوجد ثري يوزر الذين هم نورس علي وعلا أيضا لدينا شيء اسمه هنا load average load average هو load على الـ CPU أو دعونا نقول الضغط على الـ CPU فخلال ثلاثة أوقات مختلفة فأول رقم يعطينا الضغط على السي بيو خلال الدقيقة الماضية كم كان الضغط على السي بيو خلال الدقيقة الماضية فكان 2% طبعا ماذا يعني هذه 2% الآن سأوضح لكم والرقم الثاني هو 7% يقول كان الضغط على السي بيو خلال الخمسة دقائق الماضية 7% والرقم الأخير يقول خلال الخمسة عشر دقيقة الماضية كان الضغط على السي بيو 3% طيب ماذا يعني 3% فعليا ف بكل بساطة حتى نستطيع أن نقرأها أضربها بالمئة لكن قبل ذلك قبل ذلك يجب أن نعرف كم كور لدينا على الجهاز فسأقوم بكتابة نبروس يعني number of processors فلاحظ لدي واحد أنا لدي واحد فقط طبعا على جهازكم طبعا أنا الآن virtual box جيد إذا ذهبت إلى هنا إلى التيرمينال جهازي وقمت كتابة end بروس لاحظ لدي 8 ثمانية فأنت سيكون لديك رقم معين ربما أربعة فربما أكثر من ثمانية جيد جدا فهذا اللود أفراج الذي يعطينا إياه هو الضغط على كل الكورز ليس كل الكورز موجودة لدينا يعني أنا لدي الآن كور واحد فالضغط على هذا الكور خلال الدقيقة الماضية هو 2% لو كان لدي مثلا لدي مثلا ثمانية كور فالضغط على الكور الثمانية خلال الدقيقة الماضية سيكون 2% كأفراج كمتوسط فالآن دعوني أريكم مرة أخرى فإذن هنا inpros ثمانية وأبتايم فلاحظوا الأبتايم اللود أفراج لدي هنا 1.3 هذا الرقم خلال الدقيقة الماضية على الثمانية كورز على الثمانية بروسيسر ليس على البروسيسر الواحد على الثمانية كأفراج فلكن هنا أسهل لدينا أن نفهم الأمور كون لدينا كور واحد بروسيسر واحد فإذن 2% نضربها بـ 100 فتصبح 2% هكذا أسهل صحيح 2% يعني الـ CPU خلال الدقيقة الماضية كانت مشغولة بمعالجة أشياء بنسبة 2% و 98% منها كان متفرغ كان متفرغ لا يوجد ضغط عليه هذا شيء جيد أنه لا يوجد ضغط على الـ CPU خلال الدقيقة الماضية بالنسبة للدقيقة الخلال 5 دقائق الماضية فكانت ضغط على الـ CPU 7% 7% يعني 7% وضربها بـ 100 فإذن 7% يعني الـ CPU كانت تعمل بمعالجة بعض الأمور بنسبة 7% و 93% كانت الـ CPU متفرغ idle idle جيد بالنسبة بالنسبة لآخر رقم آخر رقم يقول الضغط الـ CPU خلال 15 دقيقة الماضية فخلال 15 دقيقة الماضية كان ضغط الـ CPU 3% عفوا ماذا أكتب أنا 3% يعني أضربها بـ 100 يعني 3% فكانت تعمل 3% ومتفرغ منها 97% idle جيد هذه الأرقام سهل أن نقرأها الآن لماذا؟ لأن لدينا N processor يساوي 1 لكن لو كان لدينا مثلا ثمانية فهذه النتيجة ستكون نتيجة ماذا؟ نتيجة الحساب المتوسط فالآن نفهم من هذه القراءة أن الـ CPU ليس عليها ضغط حاليا الـ CPU ليس عليها ضغط كثيرا لكن مثلا لو أصبح الرقم اللود أفريج مثلا خلال الدقيقة الماضية أصبح الرقم مثلا 1 ماذا يعني؟ يعني أن الـ CPU مشغولة 100% إذا أصبح الرقم مثلا 100 وهكذا أصبح الرقم هكذا يعني كيف نقرأ مثل هذا الرقم؟ يعني مئة وخمسين بالمئة يعني الـ CPU 100 منها تعمل جيد وخمسين بالمئة من الأوامر تنتظر دورها حتى تأخذ الـ CPU فإذا الـ CPU هي يعني تقريبا الـ CPU is loaded by 50% جيد فعلينا أن أمور حول هذا الموضوع لاحقا أعتقد أم هذا يبدو واضح ولكن أفضل أن يعني أن نعود إليه مجددا لنفهم الـ load average أكثر فإذا طب هذا السطر الأول شرحنا فهمناه الآن هذا السطر الأول لاحظه يكون بالـ real time فبالتالي نحن الآن إذا حصل الـ load على الـ CPU نحن نستطيع أن نعرف لأننا هذه الأرقام تتغير كل ثلاث ثواني إذا أردنا إذا أردنا هذه الأرقام أن تتغير كل مثلا ثانية فيمكننا أن نكتب D هنا ونريد change delay from 3 seconds نريد مثلا لثانية enter فالآن كل شيء سيتغير خلال الثانية إذا أردنا أن يتغير خلال مثلا 60 ثانية يمكننا أن نكتب D ونغير أيضا لـ 60 ثانية لا أريد التغيير جيد فالآن السطر الثاني يعطينا فكرة عن الـ tasks الموجودة لدينا أو processes الموجودة لدينا فسيقول لدينا أن لدينا 67 tasks بالمجمل واحدة منها is running واحدة منها is running و 75 منها sleeping نائمة zero stopped و zero zombie طبعا zombie لم أشرح عن هذه الحالة السابق process zombie يعني process الماتت قبل أن تقوم بالتنظيف وراءها أصبحت كأن هذه process معلقة طبعا إذا لم تتبناها الـ net أصبحت كأنها معلقة وأصبحت process zombie ليس لدينا أي process zombie لدينا هنا ثم يقول لنا استهلاك CPU بالسطر رقم ثلاثة فيقول لنا استهلاك الـ cpu بالنسبة للـ user بالنسبة للـ system u-s u-s user s-y system n-i nice و id يعني idle processes و wa waiting و hardware interrupts و system interrupts هناك كثير من الأشياء هناك كثير من الأشياء هنا أحاول أن أشرحها لاحقا لكن فقط أحببت أن أقول لكم ما هي ثم لدينا استخدام memory فلدينا استخدام memory لدينا هذه الأرقام إذا أرد تغيير الواحدة منها حتى أستطيع أن أقرأها أكثر فسأقوم بكتابة capital E فنلاحظ تغير capital E أصبحنا الآن بال gigabyte فلدينا بال memory 1.9 total free 1.8 و مستخدم فقط 1 بال 10 جيد فإذا إذا مرة أخرى قم بكتابة capital E فنلاحظ يقوم بإعطائي يغير الواحدة يغير الواحدة التي نستخدم بها الميموري الآن الميموري تم عرضها بال kilobyte فأنا أريد عرضها بال mega أم بال giga فتم بال giga يعني تبدو مقرؤة أكثر ثم لدينا swap memory لم نتحدث عن swap نحن في هذه السلسلة بعد لم نشرح ماذا يعني swap لا مشكلة ثم لدينا هذا ال table الذي فيه عن process التي لدينا PID لها المستخدم لها الأولوية لها ال nice value لها لم أشرح عنها أيضا virtual memory لها resident memory shared memory state الخاص بها cpu والرام والtime الذي تستغرقه من cpu فإذا لدينا كل هذه الأشياء فإذا أردنا أن نعرف مثلا ترتيب هذه ال process موجود لدينا حسب ماذا فسأقوم بكتابة x فلاحظوا تم تحديد cpu فنحن لاحظوا column cpu لونه مختلف فإذا cpu هي التي حسب استخدام cpu يتم ترتيب هذه ال process فإذا سأقوم بكتابة P هنا لتغيير نمط highlight فإذا لاحظوا فأصبحت بهذا الشكل الآن أعرف أنا كل هذه ال process تم ترتيبها حسب استخدام ال cpu إذا أرد ترتيب ال process حسب استهلاك الميموري ليس حسب استهلاك CPU فسأقوم بكتابة capital M فإذا نلاحظوا الآن سيتم ترتيب ال process حسب استهلاك الميموري إذا أرد ترتيبها حسب CPU مجددا فسأقوم بكتاب capital B إذا أرد ترتيبها حسب BID فسأقوم capital N فإذا مرتبة حسب BID الخاص بها نلاحظوا من الأكبر ال time من الأكبر للأصغر جيد أريد أعيدها لل CPU فإذا هكذا فإذا أرد فقط أن أعرض ال process التي نورس تشغلها فسأكتب view وهنا سيقول ما هو ال user الذي تريد أن تعرض process له فسأكتب نورس فنلاحظوا فقد تم عرض ال process التي نورس تشغلها الآن جيد إذا أرد أن أعرض مثلا processes الخاصة بالroot فإذا هكذا فإذا هذه processes الخاصة بالroot كتبت you ثم processes root إذا أرد أعرف إسم root إذا أرد أن أعرض هنا فقط أول 10 processes فبكل بساطة سأكتب in وأكتب 10 فقط أريد أن أرى 10 processes لسيقول شيء فيمكن أن أرى هذا أمامي الشيء الأخير الذي أريد أن أريكم إياه بأمر top هو فالآن إذا أرد أن أراقب process واحدة وأنا أعرف الـ ID لها أريد أن أراقب ها فقط ولا أريد أن أرى كل process فيمكن أن أكتب هنا top و dash b dash b يعفون وأكتب الـ ID لـ process مثلا 1 لاحظوا الآن سيتم فقط عرض هذه process وأنا يمكن أن أراقب ها فإذا مرة أخرى مثلا process مثلا هل يوجد process لا يوجد مثل هكذا process طبعا أنا تلقائيا قمت دعونا نقول process 20 مثلا فالآن يمكنني أن أراقب هذه process واستهلاكها مباشرة بالreal time طالما أنا أعرف الـ ID الخاص بها هذا الأمر جدا مفضل لدي حقيقة لأن إذا أرد أن أعرف مثلا هذه processes ما الذي تفعله ما الاستهلاك الخاص بها يمكنني أن أراقبها لوحدها دون أن أراقب كل processes الأخرى التي لا تهمني هذا كل لهذا الفيديو أتمنى أن كان مفيد ونلتقي لاحقا